وللمزيد حول المشهد السوري معنا من إسطنبول المحلل السياسي طاها عودة مرحبا بك معنا أستاذ طاها نبدأ من هجوم النظام على درع جنوبي سوريا برأيك ما هو السيناريو المتوقع هناك؟ نعم مساء الخير لك وأستاذ المشاهدين من دون شك كل هذه التطورات المتسارعة وخاصة في الجنوب والتي بدأت يعني اليوم كانت ضهاء أكثر إسراعا وخاصة بعد التحرك الأخير أو الهجوم للنظام السوري على عدد من المنطق في درع والتي كلها تأتي في ظل طمد دولي جديد وأعتقد بمثابة ضوء أخضر من هذا المجتمع للنظام الأساسي كما تعلمون يعني أن منطقة درع الجنوب هناك هي منطقة مشمولة باتفاقية خفض التصعيد التي وقعت عليها الدول الضامنة روسيا وأمريكا والأردن في نوفمبر من العام الماضي وكل هذه الاتفاقيات وكل هذه الأمور والضغوط والتحذيرات التي قامت بها واشنطن في الفترة الأخيرة هي لم تمنع قوات نظام الأساد والميليشيات الفيعية وأيضا طيران الروسي من بدأ حملة عفكرية والقيام بهجوم في تلك المناطق نعم أسادة طهة مع الكم الهائل من النازحين والضحايا هل يتوقع من المجتمع الدولي تحركا ليقاف سيناريو مشابه لما حصل في الغوطة؟ أتصور ما يجري حاليا هو ممكن تسميته بالصفقة صفقة الجنوب هناك قبل أيام أو قبل أسابيع كان هناك نوع من التحذيرات الشديدة من قبل واشنطن لنظام الأساد وأعتقد أنها كانت تهدي في الإخبارات الميليشيات الإيرانية ولكن هذه الصفقة التي أتحدث عنها هي ما بين النظام وما بين الكيان الإسرائيلي أيضا حاليا اتفاقيات خلف الكواليف ما بين الروس وما بين الأمريكان أعتقد أن الوضع في الجنوب وما يحدث في درعة هو حاليا في ظل الصمت وتحت مرأة ومسمع الجميع ولكن ممكن خاصة بعد أن تصل الأمور إلى حالة مأساوية للغاية تتحول الوضع إلى ما كانت عليه أو ما شابها في الغوطة وأن نرى تحركا خجولا من قبل المجتمع الدولي حيال ما يجري من مجازل في تلك المناطق نعم بالحديث عن التفجيرين في عفرين اليوم برأيك من يقف وراء هذه التفجيرات؟ يعني كما تعلمون أن عفرين وخاصة هي تم تحريرها من قبل الجيش السوري الحر والجيش التركي في إطار عملية الزيتون هذه التطورات تأتي لافتة حقيقة للأمر تأتي بعد أيام قليلة من انتخابات رئاسية جرت في تركيا وحقق في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجل طهيب أردوغان فوزا كبيرا وأيضا بعد تصريحات وتلميحات بأن الملفة السوري سيكون على رأس الأولويات بالنسبة لأنقرة في المرحلة المقبلة هناك من يريد خلط الأوراق في كل الجبهات نعم أستاذ طهي صحيفة الاندبندند البريطانية قالت بأن الولايات المتحدة تركت حلفائها في سوريا لمصير مؤلم على يد روسيا والأسهد هل فعلا هناك تفاهم روسي أمريكي على السماح للنظام بالسيطرة على درعا؟ برأيك؟ هذا ما قصدته قبل قليل قبل أيام وقبل أسابيع كنا نتحدث أن هناك غضب ضجر أمريكي عما يحدث ولكن أن تقوم الأوليات الروسية بقتل وقتل في الاشتراك بدعم أخوات النظام هذه هي إشارة واضحة بأن هناك سوافقات دولية وخاصة بين القطين الروسي والأمريكي على من يجب وكأن الأمور أصبحت فقط تقاسم النفوذ في المنطقة وخاصة في سوريا نعم من إسطنبول كان معنا المحلل السياسي طه عودة شكرا جزيلا لك